نروح هعرف خضراتكم على حكاية ستة جميلة والستة الحلوة اللي احنا هنشوفها دلوقتي هي تنفع ناس حلوة وتنفع شاينين وتنفع ستة بيت راجل وتنفع اي حاجة حلوة الحكاية هي حكاية الحاجة فريجة فرج فريجة فرج ستة جميلة عمرها تقريباً ما شاء الله ما شاء الله فوق التسعين ومع ذلك ما شاء الله ما شاء الله برضو بتكافح وبتشتغل وبتصنع السبت الخوص ده شغلتها وبتبيعوا وعن طريق السبت الخوص بتقدر تصرف على نفسها وبتقدر ان هي تتكفل نفسها بالكامل وبترفض دايماً ان هي تكون عيبة على اي حد ولا حتى اولادها تعالوا نشوف حكاية فريجة فرج من قلب صعيد مصر بالتحديد من المانيا مركز مطاي نشوف فريجة محمد فرج الكبير عندك كم سنة؟ معارب 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 شوف يصرفوا ايه ويأكلوا ايه واصرف على نفسي عشان حدش يديني واقب سنة بلدي معارب 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 ثمان عيال بواحد معه ستة باقرر النسوان معاه ثلاثة نشوان بلاحدة معها خانتة بسيطة معارب 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 ثاني من ريحة مصر الطيبة وشكرا مؤمن عشماوي وشكرا آيات جيارة على التقرير الحلوى اشتركوا في القناة شكرا